بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بك واهلا بكل متابعينا وحبابنا ازايكم عاملين ايه احنا النهاردة عندنا يوم جديد وفقرة حلوة قوي قوي هتحبوها قوي اه رحنا جولة جميلة جدا في اكبر ملاهي في مصر كانت جميلة جدا وكسبنا هدايا كتير جدا انا ولارا ولعبنا اللعاب بصراحة جميلة جدا بس معرفناش نسجل الصوت هناك عشان كانت اصوات الناس كتير معرفناش نطلع الصوت صح فقلنا بعد ما نصور بقى نسجل الفيديو لك وانا ولارا كده بهدو عشان يكون الصوت واضح يلا يا لارا اقوله ازايكم يا اصحابنا ازايكم واحنا كالعادة هنزل شكرا خاص لكل المتابعين اللي بنحبوهم قوي 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 ولارا بجد بتحبوهم قلوهم بحبوكو كلكو بحبوكو كلكو كلكو بجد بنحبوكو بنستنى فعلا تعلاقاتكو هنزل شكرا خاص لكل التعلاقات الجميلة المتابعين الاجمل بجد وشكرا لكو عشان بتحفزونا ان احنا نعملكو فيديوهات جديدة وحلبة دايما وياريت ندوس لايك 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 كتير عشان تحفزونا ان احنا نعمل فيديوهات تانية اكتر احلى وكمان عشان الفيديو يصعد ولسه ما اشتركش في القناة اول مرة يشوفنا ياريت يدوس اشتراك في القناة ونقول باسم الله الرحمن الرحيم بقى وحنا طلعين عالسلم واول لعبة طبعا بنلعبها اول ما بنطلع كده اللي هي بتاعت الدباديب اللي هي بنمسك الدباديب لارا بتحبها جدا ايه رائي في اللعبة داي حلو امي بجد احنا انا بحبها جدا و بنبسط قوي يعني احنا طبعا ما بنختارش الدباديب الكبيرة بنختار اصغر دباديب عشان تكون سهلا ان هي تطلع طبعا باباها بيفضل يحرك هيمين واشمال الاول يزبط يزبطها الاول على الدبدوب بعد كده لارا بتدوس بجد ايه جابت الدبدوب لارا وسلم لما جابت الدبدوب كانت فرحة عادنا نصوت بقى بص عادنا نعمل فرح ولارا نطت بص فرح كنا فرحانين جدا بص اللي عملت نط ازاي وجربناها تاني بقى قلنا نجربها تاني بما دام حظنا حلو بما دام حظنا حلو بقى بنجربها كزا مرة خلاص هنطلع حاجات طبعا هم كانوا حطين دباديب ايه اصحابي هنعمل الفيديو جديد هنعمل الفيديو جديد تاني لو هو عجبهم الفيديو ده هنروح تاني ونعمل الفيديو جديد بصوا بقى دي ما عرفتش تمسك الدبدوب بس مسكت هم حطين بقى كيس كده في مداليا ومصصة وشيكوبون عشان لو ما عرفتش تطلع الدبدوب عادي تطلع حلويات برضو مفيش مشكلة اهم حاجة ان احنا نكسب بصوا لارا كلا عادة بتاخد مني الحاجة انتي بتاخدها مني ليه دي اللعبة بقى اللي هي بتطلع التيكتس المفروض احنا بنطلع لو ما صحبناش دبديب او اي حاجة في لعب تاني بتطلع التيكتس كده بنروح نبدلها في الاخر بلعب بص كسب ستين كده ستين تيكتس ستين مفيش تيكتس بص تاني بص تاني تابتنات ازاي اه بتسقف شاطرة برافو بتسقف لنا ان احنا خلاص طلعنا التيكتس المفروض التيكتس دي بتطلع بنجمع تيكتس كتير بعد كده بنروح للرجل بتاع الالعاب يصحب لنا اللعب قد التيكتس اللي احنا جمعناها بصوا طلعنا كتير اه انا لما بشوف التيكتس كده ما عرفش انا بافرح ليه مع ان دا ورق بصوا دي لعبة حلوة قوي يا صحابي دي جميلة دي اللعبة دي حلوة قوي بجد لو رحتوا لازم تجربوها بصوا بصوا انا كسبت ايه دي بتجيب تيكتس لا دي ساما لعبة الدور ده لعبة الدور ده جابت اهو تمانين تمانين تيكتس طلعت في نوس او التيكتس دي نزلت اهي بعد كده بقى دي تمانين تيكتس بس اللي هيطلعوا هوا حسب دي لحد 2500 بالضبط اللي بتطلع اللي المفروض بتجيب حاجة اسمها اللعبة اسمها مونيستر فانتوا لو جبتوا اللي هو الطوب بالمونيستر ده بتنزل لوحدة 2500 بصوا بابا اللعب انا انا لعز على انا مفروض يا لورا دي اللعبة اسمها الزومبي انتي ملعبتهاش عشان دي لعبة صعبة على فكرة يعني ان مفروض بنعمل مصدس كده المصدس المفروض عامل زي ايه وردة كده بتفضله تدرابه عليها الزومبي بصلي الزومبي كتير بتفضله تدراب الزومبي بصل الزومبي كتير كتى تفضل تدرب الزومبي كله واول ما تخلص على الزومبي بينزلك كل ما تضرب زومبي بيطلع لك تيكتز فانت على عدد الزومبي اللي انت ضربته او اللي انت ضربته بيطلع التيكتز يعني هتشوفه في الاخر انا بس ايه كنت مركزة في اللعبة عشان كنت بحاول افهمها كنتش فاهمها بس في الاخر لقيت كل ما تضرب واحد زومبي بيطلع لك تيكتز لحد ما تقتل الزومبي كله بيطلع لك بقى تيكتز زيادة. يعني لو كسبته وطلعته كل يعني موضته كل الزومبي بتهيقلي بيتطلع خمسمائة تيكتز فري كمان ليك. اهو بيدرب او بيحاول يدرب ده في ايه زومبي بيطير بصي في زومبي بيطير بينزل من السماء وفي زومبي بيطلع من تحت الارض وفي زومبي بيعمل من جنب. اول ما الزومبي يجي عالشاشة لو جيه عالشاشة ما بي انت كده خسرتي. دي كنت يبقى فاو. اهو بصي تيكتز تلعت مع كل زومبي بيتموته. احنا طبعا ما ما موتناش الزومبي كله اه بتيقلي تلعت 40 تيكتز بس اتننا 40 زومبي بس. ودي اسمح ايه اللعبة دي. انا بحبها. اه سونيك. سونيك داش. اه اه اختار بقى البنت بنت اللعبة بتجري سريع. عاملة زي اللعبة بتاعة الموبايل او بتاعة البلاي ستيشن. اه بتتلعب. بس حلوة اوي برضو. بتطلع تيكتز كتير. كل الالعاب اللي هناك بتطلع تيكتز. انا اهم حاجة تجمع تيكتز كتير عشان تكسبوا لعبة حلوة. كل ما يكون. وكمان فيه غير اللعب اللي طبعا بيجيب. فوق التلات تلاف. تيكتز ممكن يكسب اجهزة. في بمثلا انا شفت ميكرويف هناك. اه ميكرويف بخمستاشر الف تيكتز. وشفت كمان استشوار بعشر تلاف تيكتز. فكل حاجة بتيكتز. ما اضعبت شوية حتى. ماشي ما دي لعب يعني بلاي ستيشن كده عمزة بلاي ستيشن اي احنا كنا بنلعب الالعاب السهلة عشان اتطلع تيكتز. دي العاب شوية صعبة. ما لعبتش اي عايزة تركيز. عايزة تركيز. عايزة لسه ده في مفاكة لاصحابنا ان احنا هنجيب تيكتز كتير كتير. ايه بص احنا جبنا بس ايه خمسة وستين. تيكتز بص جابت شوية صغيرين. واللعبة دي بتاعت الكور برضو صعبة. بص بتنزل بتنزل كور بجد صعبة. لازم تنزلي هم خمسين كورة. لازم تنزلي خمسين كورة في البسكت. يعني لازم تفضل تدوسي على الزرار ده ولازم خمسين كورة ينزلوا في البسكت. لو كورة واحدة طلعت برا البسكت انت كده خسرتي. ما انا 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 عرفها ايه بالصعبة. لا بصي بصي بصي. هي? وقع بقع اصلا كورة برا البسكت. بصي وقع كورة برا البسكت. كده خسر. بصي الطايم بيجري. لازم الطايم تعملي قبل الطايم ما يجي كله احمر. بصي فضل 17 هو عمال يجيب حاجات برا البسكت. مش هيكسب اصلا. هيخسر. المفروض انتو لو كسبت ان الكورة كلها تنزل جوه البسكت. آآ بتكسبه الف تيكت. ولازم الطايم تكسبه كل الطايم. ما تخسروش الطايم. طبعا هو كسب بتايلا اربعين تيكت بس. اربعين. عشان هو مكسبش ان هو كل كورة نزلت. هو جابة اربعين كورة بس جوه البسكت. خلاص كده التيكت كلها تجمعت. دي اللي بقى بقى المفروض كل دي اشباح بتهيق لي ولا كان ايه ده كلون. كل كلون دي المفروض طقع. ما يعني فضلوا مدة طويلة جدا ما واقعوش ولا كلاون. واقعنا اتنين. المفروض نواقع كل كلاون دي عشان نكسب. مش عارفين تواقعوها ليه? كده كان. كده صعبة? ناشفة جدا فكل ما الكورة فعلا ان الكورة بتيجي لازم لازم تحدي فيها جامد. بص مش رادي تنزل. انا ما حدفتش والحيطة. ما صعبة جدا على فكرة. لازم الكورة بتبقى ناشفة ولازم تحدي فيها جامد عشان تتعمل. على قد طبعا اللي انتو بتوقعوه. التكت ستنزل. دي اللعبة انا ما فهمتهاش. لعبة المفروض بتصاد. ده غاية مش شغالة ده بصي المفروض اصلا اللمبة تنور. اللمبة المفروض دي بتاعت البطة تنور. المفروض دي اسمه الصياد تستضي البط. احنا استنينا اي حاجة تطلع اي حاجة تطلع. ما فيش حاجة طلعت. ما فيش حاجة نورت. المفروض اللمبة اللي قدام البطة دي تنور. ما نورتش ولا عملت اي حاجة. وبصوا ولا عملت اي حاجة. عما تتهز دي. دي بس اللي نورت. واحدة نورت بس. ايه يا شكلها كان ببيضة. انا حاولت افهمها ما فهمتهاش. بصي المفروض اللمبة تنور كله ينور ما نورتش غريتنين بس. ليه هي دي طبق ده بالنار عشان انت كده تضربي بالنار وهي المفروض 15 طلقة بس 15 طلقة بس تضربيها ما كسبناش اي حاجة طبعا منها عشان ما فهمناش دي بقى لعبناها تاني انا و لارا اللي هي مونستر دي لعبناها تاني انا و لارا ايه كنا عملين نجربها كل ده ما كناش ضربين الكرت اول ما ضربنا الكرت طبعا لفت قلنا باسم الله الرحمن الرحيم ولفينا و دلوقتي هتبقى المفاجأة كسبنا المونستر تيكتز كانت جميلة و كناش نصدقين و قعدنا نصوت المفروض فوق اربع تيكتز المفروض المونستر ده المفروض ان احنا لو جبناها نكسب 2500 2500 بصوا بصوا كتير قد كده كتير قعدنا هو عمل الف هو كان مكتوب الف تيكتز بس احنا كسبنا بالزبط طلعت 1300 بالزبط تيكتز يعني المفروض كانت تطلع 2500 بس بتهيال التيكتز خلص طبعا قعدنا وقت كتير عشان التيكتز دي تنزل و كان ناس كتير طبعا عايزة تلعب بس احنا فضلنا وقفين مدة و كله عمال يبص يقول ايه ده انتو لسه كل ده بتنزل نجدك اننا فرحانين جدا جدا ان هي نزلت التيكتز دي كلها خلاص بقى مش فارق معنا ان احنا نكسب ايه تيكتز تانية خلاص ايه شعورك بقى يا لارا لما احنا كسبنا بقى التيكتز دي كلها بقى و فرحنا كتير احنا هنكسب كل الورق ده فلوس ده فلوس كتير صح لا بصراحة كانت لعبة حلوة قوي و كانت اللعب اللي هناك حلوة قوي قوي و كسبنا و كنا فرحانين طبعا ان احنا كسبنا و لما كسبنا المونسر دي و نزلت الالفين و تلتمية كنا فرحانين جدا 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 و عدنا وقت كتير زي ما انتم شايفين و كناش مصدقين اللحظة الحاسمة احنا اصلا كان مكتوب الف ف احنا كنا بنحسب ان هي هتنزل الف لقينا طبعا بعد الالف لقناها بتعد تاني فقلنا يبقى هتنزل الف تاني لان بعد الالفين بتقوم بتعد تاني لأ فكنا فرحانين جدا بقلنا خلاص كده هنشتري اللعب اللورة عايزها و كده خلاص مش محتاجين ان احنا نكسب بقى ايه حاجات تانية نلعب بقى للعيب العادي اللي ممكن ما نكسبش منها مفيش اي مشكلة احنا طبعا قعدنا مدة طويلة جدا و عبال ما طلعت واحدة و و خفنا نسابها و نمشي يكون حد ممكن يخدها و يمشي عادي ففضلنا وقفين مستنيين لحد ما تكتس كلها تخلص و كمان عشان ممكن تقتل في اي وقت و هي بتطلع الورق ففضلنا وقفين فعلا لحد ما كلها كملت و فضلنا مدة زهقانين و عبال ما تطلع واحدة واحدة ملل بس في الاخر بصراحة فرحنا و احنا بنبدلها بعد كده بالالعاب فرحنا بصوا احنا قطعناها كزا مرة و هي لسه عمالة تكمل لسه عمالة تكمل نزوم و دي كانت فرحة وسعادة و في نفس الوقت عاديين منتظرين و ناس كتيرة ورانا لما شافونا كسبنا قالوا لا دي اللعبة دي حلوة بقى بتكسب فكل وقف مستني كله مستني دوره يعني يلا بقى خلصوا عشان احنا كمان نلعب و نكسب فكل ناس كتير وقفة مستنيين زهقوا و احنا كمان زهقنا فقلنا بقى خلاص هي نزرة 2300 بالزبط خلاص ده العد اللي نهاية خلصت و رحنا بقى لعبنا لعبة اللي هي الباندة اللي هي بتاعته كونغ و فو دي تيجي الكارتون ده انا بحبه قوي و لارا برضه بتحبه دي لعبة بس بصراحة ما نصحكوش بيها ما بتكسبش حاجات كتير عشان هي بتاعتها اللي بتتلعب اه اه يعني عالسرعة لازم تكوني سريعة جدا. بفوت تجيب خمستاشر ضربة في عشرين ثانية. لازم تكوني سريعة جدا. يعني مركزة وسريعة عشان تجيب كل حاجة. احنا معرفناش نجيب طبعا غير تلات اربع ضربات. فخسرنا. هم اربع ضربات بالزبط. وخسرنا ونقلنا طبعا للعبة الدباديب. وانا نكسب كم دب دوب كده على السريعة واحنا واقفين. جربنا برضو. طبعا كان طبعا في دباديب كبيرة بس انا بقول لكم الدباديب الصغيرة حلوة وخفيفة وسهل ان اللي هي الكماشة دي تمسكها وتطلع بيها. عكس الدباديب الكبيرة بتبقى تقيلة. ما بتقدروش نادرا جدا. لازم يكون حد بقى برفكت في اللعب عشان يعرف يشالها. اهو شلنا تاني. ده التاني ده دوب نكسبه. اهو كسبنا برضو الفرحة والسعادة واللورة والسعادة والفرحة. بصوا كنو ماشيين. دي عربية البيبي حلشان لنا البيبي طبعا وحطينا الجواز بتاعتنا فيها. لكن بصراحة يوم جميل جدا وحلو ولطيف وجميل. دي لعبة برضو صعبة بس بتكسب بقى موبايلات يعني حاطين موبايلات. وفعلا في حد انا بتفرج عليه آآ كسب قبل كده اربع موبايلات. يعني بيروح مخصوص آآ المكان ده عشان يلعب اللعبة دي عشان يكسب الموبايلات. يعني برضو قيمة على التركيز ولازم تكون سريعة جدا لازم تكوني سريعة. لازم تضغطي هي برضو عبارة عن دوير ولازم تحطيها في الخشبة. وانت بالزبط بتضغطي فبتنزل. احنا طبعا خسرنا كده خلصت حطت غلط يبقى خسرنا. راحنا نلعب طبعا لعبة المونستر دي تاني جايز نكسب. تاني عشان نعمل تكتس كتير بقى. بس خلاص فعلا الحظ بييجي مرة واحدة. كسبنا خمسة وسبعين تكتس دي حلوة برضو. بس احنا تعودنا بقى على ايه? على الفين وتلتمية. فاحنا كنا عايزها في تلتمية تاني. بس الحمد لله كسبنا خمسة وسبعين حلو. روحنا برضو نجمع شوية تكتس تاني عشان ايه? يبقى حاجة قويمة كده نجيبها في الاخر. نجيب لعبة حلوة غالورة. دي ممكن تكسب فوق الالف. بس طبعا احنا كسبنا برضو تكتس قليلة. دورة بقى بصوا. دي لازم تديها دفعة كوية عشان تجيب تلف كويس وتجيب لك اركام كويسة. لفت لفت لفت. ايه? جايب التلاتين بالزبط بتاعلي? ولا ستين? تلاتين. تلاتين تكتس. احنا طبعا جربنا بقى اللي هي الدبا ديب التقيلة. بصوا بقى. دي الدبا ديب التقيلة. بصوا احنا جربنا اللي هي الكيتي. لارا كنت عايزة الكيتي دي باي طريقة. بصوا رأسها تقيلة. لازم تتشال بطريقة معينة. لازم يكون حد برفكت اوي في اللعبة. وخلاص كده دي بقى المنطقة اللي احنا بنبدل فيها التكتس. بنقوم جمعين التكتس كلها وهو بيدربها على الجهاز عنده. ونبدلها بصوا يعني مسلا الدب دوب ده بتلات تلاف تكتس. احنا كان معانا تلات تلاف وانتين تكتس. ده الدب دوب ده الواحد بتلات تلاف تكتس. اللعب دي برضو كلها اغلبية هولادي. لارا طبعا اخترت الدب دوبين. الدب دوب ده البيبي ده. واخترت الدب دوبة دي بتحبها قوي من الشخصية دي. وده كان يومنا بجد وهي ملايه اسمها ماجيك بلانت. حلوة قوي. واستنونا. واستنونا انا ولارا في فيديوهات كتيرة جدا. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب اللي لسه اول مرة يشوفنا. وهنتظر تعليقاتكو. وشكرا خاص جدا 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 لمتابعين الجميل. هيظهر دلوقتي قدامكم. مع الف سلامة وباي باي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر